انا رحمة رحيمة احباب الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجزء الثاني من شابتر نمر خلصنا في الجزء الاول اللي هو اللي هو الاحتجاجات العملية الوقت بدنا نبدأ اليوم اللي هو الاحتجاجات الغارة العملية اه الاحتجاجات الغارة العملية هنا بتعرف اه مزايا او خصائص ومعوقات اللي هو النظام ككل مثال على ذلك اللي هو الريلايابيليتي لاتمادية رسبونس تايم زمن الاستجابة والالتوريج ركويرمنت اللي هو احتياجات اللي هو التخزين طبعا المعوقات زي اللي هو مقدرة الجهاز الادخال والأساعد أو التمثيل اللي هو النظام طيب بروسس ركويرمنت قبل احتياجات للعمليات لازم بنأكد انو فيه بدنا او نحتاج الى نظام الكيس برضو ازا بدنا الكيس لازم احنا نقوله لانو الكيس فيه له فلوس هل يريد ذلك فلو ستشتريه لذا فهي يجب أن نضعه في الـ requirements الـ programming language مثلا بحماية برمجة محددة أو تطوير هذه يجب أن نضع كلها في الـ requirements الـ 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 كتاب اللي هو الاحتياجات أنه Non-Functional Requirements يكون More critical than Functional Requirements يعني بتكون أكثر أكثر من اللي هو الـ Functional يعني إذا أنا ما فيش Non-Functional Requirements الاحتياجات هذه ما ما لبناهاش تستميز جيدا يعني إذا أنا ما فيش معناته ما فيش النظام مش هيستغل معايا في عندي هنا Non-Functional Classification في عندي Product Organizational Requirements Product المنتج المؤسسة واحتياجات الخارجية طيب Product Requirements Specify that the Delivered Product Must be Have in Particular Way يعني إحتياجات بت specify بتحدد إنه المنتج اللي أنا بدي أتويه يجل إنه يتصرف بطريقة معينة Executional Speed Reliable الإعتمادية بدي السرعته تمام Organizational هادي تعتمد على المؤسسة تمام بدي أوفر له الـ Product اللي أنا بدي أتسويه للمنتج اللي بدي أتسويه للطور اللي بدي أتسويه External Requirements زي مثلا Interoperability Requirements Logistics Requirements يعني هل النظام بيشتغل على Linux بيشتغل على Windows بيشتغل على هذه External خارجي لازم أقول على إيش بيشتغل النظام تمام عندي هنا Non-Functional Requirements Product Organizational External وهنا الأمثلة عليها تقرؤوها وبتشوفوها طيب أنا أمثلة برضو Non-Functional Requirements For example هنا الأمثلة Product Requirements The user interface for library system should be implemented as simple HTML or that frames or Java applique يعني كنظام لل Library System أنا هاد أكله على مثال على نظام المكتبة الجامعة مني تمام Product Organizational Requirements External Requirements هادي مثال عليه مثال عليه تمام لازم أحطه يعني هادي شطر 8 هادي شطر 9 هادي شطر 7 مثل هادي كلها مثل Non-Functional Requirements تمام المجرس القياسات اللي أنا بجيس عليها Non-Functional Requirements بجيس بجيس السرعة بجيس 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 هل هو سهل الاستخدام الاعتمادية تمام بجيس اللي هو Robustness Portability Robustness هل هو آآ شاط يعني و سريع مش سريع Portability ممكن حمله أو لا تمام أيو Time to restart after failure يعني أنا هالوقت النظام وقع تمام و بدي أشغله منه والريفيد عمله restart بجيس بدي وقت بدي سرعة ها أنا كل هدول قياسات أنا لاجم أحطها في requirement document كتاب اللي هو الاحتياجات وأقول له كتاب بياخد من هارتز كتاب 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 تمام وهكذا requirement interaction تمام هنا interaction complex between different non-functional requirements are common in complex systems لابد نكون في عنا تعرضات في الاحتياجات المختلفة في الأنظمة معقلة growth plus 滯ト graft system مثال، bنا I have to minimize weight the number of separate chips in the system should be minimized minimize power consumption and lower power chips should be used تمام ومع ذلك using lower power chips means that more chips have to be used which is the most critical requirements أحطها مدهار أو uh يعني هذا يتعارض مع هذا تمام؟ يعني هذا بده لأشي وهذا بده إشي هذا مثلا بحطه هنا بحطه مهندس الكهرباء وهذا بحط مهندس الكمبيوتر تمام؟ فس هذا بتعارض مع هذا أي واحد بكريتكال تاتين كيف؟ وهكذا طيب دمان ريكوير منه اللي هو احتياجات النطاق احنا دمان لهذا الجزء التاريخ derive from application domain and describe the system characteristics and features that reflect the domain هنا هذه موجودة من application domain اللي هو تطبيق النطاق و describe system characteristics مجاية النظام والفتور صفاته وصفاته that reflect that in the past domain requirements be new functional requirements for me so it is domain requirements be new functional requirements concurrent on existing requirements or define a specific computation يعني هي new functions يعني هي احتياجات عملية ولكن انا باضيفها على الاحتياجات العملية باضيفها بزيادة تفصيليا if domain requirements are not specific the system may be unworkable وماذا checking care اذا هذه احتياجات النظام مش 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 ما مش satisfied انا ممكن يكون ما بيشتغل بشيء نظام تمام النظام المكتبة على الجامعية there should be a standard user interface to all databases which would be shall be based on the Z 30 50 standard هنا هذا ك domain شايف انجب الدمين لازم يشتغل على هذا الدمين النطاق ايش النطاق اللي بيشتغل عليه based on the Z طبعا هذا domain معروف عالميا تمام because of copyright restrictions the copyright some document must be deleted immediately on arrival يعني انا بعض document لازم تنحق مباشرتك لما انتصالك وهكذا هذا مثال مثال على library system لا domain required تمام هذه أمثل طيب user required احتاجات المستخدمة ايش لازم نفصل فيها ايش لازم نعمل به should describe functional and non-functional requirements in a such way that they are understandable by system users who do not have a detailed technical knowledge يعني بدنا نفصل فيها بالتفصيل الاحتياجات العملية والغير عملية اللي كل واحد ما بفهمس بالكمبيوتر يفهمها تمام using natural language باتخدام اللغة العربية انجليزية توركية اللي بدك اياه table table جداول diagram can be understood by all users يعني انا لما نحط diagram بنفهم مع كل مع اي واحد واحد بخمس ممكن يفهم diagram اكثر ما بحط له صفحة من الكلمات وهكذا تمام problem with natural language المشاكل لما انا بحط كلام يعني اصفت كلام احط الاحتياجات بالكلام لما انا بحط الوطول احتم ليش المشاكل في natural language المشاكل lack of clarity عدم الوضوع تمام requirement confusion بالاخبط requirement am 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 يعني كل هذول الغير واضحين في الانضماجية هنا طيب تتناسب طردياً في الصعوبة والدقاء التطبيقية هنا تماماً؟ طيب عندي مثال بسيط جداً برضو هيّ هي الوحيدات محتضى ي 정بيضة جداً بسيطات محتضى يجب أن يحضر على المستخدمي في نظام المكتب هذا مثال على احتياد المستخدم في نظام المكتب هناك مكتبات المستخدمة دعنا نحضر هذه المحاضرة الثانية وإن شاء الله نلقاكم بين المحاضرة أو الجيد الثالث هذا يجب أن أعطيتكم مع السافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته